استعدادات فريقنا الأول من المنتظر عودة الفريق الأول للتدريبات يوم السبت المقبل بعد فترة راحة خلال الأيام القليلة الماضية والجهاز الفني واللاعبين على موعد إن شاء الله بدءا من السبت المقبل تمهيدا لبدء فترة الإعداد على ملعب التتش وعلى استاد التتش قبل الصفر إلى أسبانيا في معسكر خارجي أو أوروبي استعدادا للموسم الجديد بقيادة لسارتي المدير الفني وفي هذا الإطار متوقع إن شاء الله أن يسافر سيد عبد الحفيز الكابتن سيد مدير الكرة في النادي الأهلي وأمير توفيق مدير التسويق في النادي الأهلي بعد غد الثلاثاء إلى أسبانيا للوقوف على كافة التفاصيل والتحضير لاستقبال بعثة النادي الأهلي أو الفريق الأول لكرة القدم تفاصيل فندق الإقامة اختيار كل ما يتعلق بأمور الفنية واللوجستية الخاصة بمعسكر الفريق الخارجي استعدادا للموسم الجديد سواء ملعب التدريب أو التفاصيل المطلوبة لتجهيز الفريق فنيا وبدنيا بأفضل شكل ممكن للموسم الجديد فضلا عن الإقامة وكل التفاصيل الأخرى